اشتركوا في القناة وأرسل إليهم خير خلقه محمدا ليعزروه ويوقروه وينصروه ويطيعوه وأمرهم على لسانه بكل بر وإحسان ونهاهم وزجرهم عن كل إثم وعدوان أعد لمن أطاعه عالي الجنان ولمن عصاه أليم العذاب في النيران أحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وأشهد شهادة الحق أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإنني أدعو الله تعالى وأسأله أدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أدعوه باسمه العظيم الأعظم الذي إن دعي به أجاب وإن سئل به أعطى اللهم أعني ولا تعين علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي اللهم اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا اللهم اقبل توبتي وأجب دعوتي واخسل حوبتي وثبت حجتي وسدد لساني اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك أن تحفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرجه إلينا الكفر والفسوك والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم نور قلوبنا بالقرآن ونور بيوتنا بالقرآن ونور بعد الموت قبورنا بالقرآن وبالصلاة والسلام على النبي العدنان اللهم نور بيوت المسلمين وأسعد بلاد المسلمين وألف بين عبادك المسلمين اللهم احفظ بلدنا مصرنا وسائر بلاد العالمين من كل داء ووباء ومن كل معصية تغضبك ولا ترضيك اللهم إنا نسألك أن تقينا شرور أنفسنا وشرور أعدائنا اللهم من كاد لنا ومكر بنا اجعل تدميره تدبيره ورد كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه فإنه لا يعظم عليه اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون ونعوذ بك من البرص والجنون ونعوذ بك من السقام ومن الجذام ومن جميع الأمراض ومن جميع الأوبئة نسألك يا الله أن تحفظ مقدسات المسلمين وشيوخ المسلمين وأن تحفظ علماءنا وشيوخنا ورجالنا ونساءنا وأن تحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين أسألك يا الله أن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم من فقدناهم ارحمهم يا رب برحمتك الواسعة واكتبهم من الشهداء ومع الشهداء واشف مرضانا وعاف مصابنا وفك أسيرنا ورد غائبنا وأصلح ظاهرنا وباطننا اللهم لا تدع فينا ولا منا مظلوما إلا نصرته معدوما إلا أعطيته فقيرا إلا أغنيته اللهم لا تدع فينا مهموما إلا فرجت همه وكربه ونفست عنه يا رب العالمين يا أرحم الراحمين إخوتي أحبتي في الله أبدأ كلامي بكلام موجه سريع بسيط إلى أصحاب الفطر السوية والقلوب الصافية النقية والعقول الذكية أقول إن ربنا عز وجل لما تكلم عن نساء النبي ونساء المؤمنين تكلم آمرا وناهيا تكلم لا يريد مخالفة من عباده بل يريد منهم أن يطيعوه ليسعدوا في دنياهم ويفوزوا في أخراهم وأنا أقول لأصحاب الفطر السوية من الذين لا يعرفون شيئا إلا أنهم يرددون كلام الغير ويسمعون كلام الغير تعالوا إلى كلام ربنا هل عندنا كلام أصدق من كلام ربنا لما قال الله في كتابه في سورة الأحزاب وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعن الله ورسوله وقرن في بيوتكن قال العلامة شيخ الأزهر الأسبق الشيخ محمد سيد تنطاوي في كتابه الوسيط قال أمر الله نساء النبي وهن قدوة وأسوة لنساء المؤمنين أمرهن بالاستقرار في البيوت هل معنى ذلك أنه منع نساء النبي من الخروج؟ أو حرم عليها الخروج؟ أو هل يفهم من كلام ربنا أن الله أغلق عليها الباب وحبسها؟ قال فضيلة العلامة محمد سيد تنطاوي وأنا لا أذهب إلى بعيد بل أقول لكم من قريب دار الإفتاء المصرية ومؤسسة الأزهر العالمية قريبا أفتت في تفسير هذه الآية وقرن في بيوتكن ليس معناه حبس المرأة بل معناه تحذيرها فلا تخرج إلا لحاجة فلا تخرج إلا لضرورة ونحن ما قلنا إلا هذا لم نقل تحبس وتمنع بل كل كلامي وكل ما سبق من البيان عن أمهات المؤمنين وعن الصالحات من المؤمنات صانعات الرجال إنما كنت أقول دائما المرأة شريك الرجل تخرج معه حتى في الجهاد تخرج معه في السفر تخرج معه في العمل ما قلنا أبدا مرة إن معنا قول ربنا هل لما قال ربنا عز وجل وقرن في بيوتكنا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أمر بالاستقرار في البيت فلا تخرج إلا لحاجة وأمر إذا خرجت للحاجة ألا تخرج إلا وهي قد غطت بدنها وسطرت جسمها هذا كلام ربنا وهذا شرح شيوخنا وهذا ما قالته دار الإفتاء قريبا أخيرا في آخر الأيام فمن قال إن الله عز وجل لما قال وقرن في بيوتكنا ولا تبرجن تبرج الجاهلية هذا معناه إباحة للرجل بأن يتحرش بها إن لم تسمع كلام ربها أبدا حاشا لله أن يأذن لأحد أن يعتدي على حرمة المرأة لما قال ربنا عز وجل في نفس سورة الأحزاب في الآية التاسعة والخمسين من السورة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهن من جلابي بهن لما أمر الله المرأة بالقرار في البيت فلا تخرج إلا لحاجة ولما نهاها إذا خرجت ألا تخرج إلا متسترة هل أراد الله أن يقيد حجتها حريتها هل حبسها الله عز وجل هل أذن الله للرجال أن يتحرشوا بهن أبدا ما أحد يفهم من كلام ربنا هذا بل قال ربنا في الآية الأولى ويذهب عنكم الرجس أي النجس والخبث أهل البيت ويطاهركم تطهير أي حماية لكن معشر النساء من أهل الخبث والخبائث ومن أهل الرجس والنجس وفي الآية الأخرى لما قال الله تعالى يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاب بهن قال أيضا العلمة محمد سيد طنطاو في كتابه الوسيط وهو شيخ الأزهر ونحن ننقل عنه ونتعلم منه هذا الكلام قال آمرا أمر الله نبيه أن يأمر نساءه وبناته وسائر نساء المؤمنين من الحرائر ومن غير الحرائر أمرهن جميعا أن يضربن على جيوبهن ولا يتبرجن ولا يخرجن إلا متسترات يدنين عليهن من جلابي بهن تبليه أراد الله أن يقيد حريتها أراد الله عز وجل أو في مفهوم الكلام حاش لله أن يكون مراد الله ذلك أنه يأذن للرجال أن يتحرشوا بالنساء أبدا قال ذلك أدنى أن يعرفت فلا يؤذين يبقى هو يريد ربنا عز وجل من هذه الأوامر أن يحافظ على المرأة وأن يحفظها وأن يصونها كما قلت أنا في تفسيري لهذا الكلام قلت حتى لا يتصلت عليها شيطان إنسي أو ذئب بشري شيطان إنسي أو ذئب بشري هل في هذا الكلام؟ إذن للرجل أن يتحرش المرأة أين العقول وأين القلوب؟ اسمعوا يا ذوي الأفهام يا ذوي العقول إلى كلامنا عن نساء المؤمنين والمؤمنات مع الصانعات مع المربيات مع ما نتكلم عنه في كل حلقة من الحلقات أننا نتكلم عن دور المرأة وقلت كثيرا عرف الإسلام للمرأة مكانتها ودورها عارف وقلنا هذا كثيرا ووالله لا يزايد أحد علينا بحرصه على المرأة وفهمه لدورها وتقديره لمنزلتها ومراعاته لمكانتها ومنزلتها وقلت كثيرا إن المرأة دورها في التربية أوقع وأنفع من الرجل فكل مرأة كاملة تربي لنا رجالا ونساء كاملين لكن قليلا ما يربي الرجل الكامل أولادا كاملين صالحين وضرب أهل العلم قديما قديما قالوا من ربى معاوية من ربى معاوية وجعله إماما وخليفة هي هند بنت عدبة في عقلها ورجاحتها في أصلها وحسبها ونسبها لما أسلمت أخرجت للدنيا معاوية لكن لما كمل معاوية هل ربى يزيد كما تربى هو؟ أبدا قالوا أهل العلم لأن معاوية تزوج مرأة بدوية لا تعرف شيئا وتزوجها لجمالها فلم يكن يزيد على نفس منزلة معاوية ورضي الله عن الجميع نحن لا نجرؤ أن نعيب أحد لكن في الكمال وفي العقل وفي الحكمة نقول نحن مع واحدة من التي تربين واحدة من التي تأدب واحدة من التي أخرجنا لنا رجالا من هي؟ هند هند بنت عمر ابن حرام ابن ثعلبة ابن حرام ابن كعب ابن غنم ابن كعب ابن سلمة الخزراجية الأنصارية السلمية أو السلمية رضي الله عنها وأرضاها واحدة من السابقات إلى الإسلام من الأنصاريات هند بنت عمر أخت عبد الله ابن عمر والد جابر ابن عبد الله فهو أخوها وهي عمة جابر وهي أخت الشموس وأخت لميس وأخت أم عمر أمها هند بنت قيس بن الفريمة أو الكريب ابن سنان واحدة أسلمت هند بنت عمر نشأت في بيت سيد من سادة بني سلمة وكان من أبناء أبناء عمها فتن سيدا شريفا جوادا كريما عرف في قومه بالكرم والجود سوده النبي وجعله سيدا ومدحه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك وقال يا بني سلمة من سيدكم قالوا الجد بن قيس قال بل سيدكم عمر ابن الجموح سيدكم كريم جواد شهم بطل ولهذا فإننا نتكلم اليوم عن السيدة هند بنت عمر ابن حرام هند بنت عمر ابن حرام واحدة من نساء الأنصار أسلمت قديما مع أول من أسلم وسيأتي إسلامها لكني أتكلم أولا عن زواجها هند في اللغة هي الفتاة الفتاة القوية الفتاة القوية الحسناء ذات الجمال الفتاة القوية لهذا قال جمع الله في اسم هند هند يعني سيف ففيها اسم للقوة واسم للجمال ومزج الله هذا فأخرج لنا هندا هند بنت عمر شبت ونبتت في بيت أبيها مع أخواتها أخوها عبد الله والشموس ولميس عقب أوي إن كان فيه اسم لميس في ذاك الزمان من زمن الجاهلية واللميس هي الناعمة الملمس فيها جمال أيضا وأم عمر أختها أم عمر بنت عمر بن حرام وقيل هي فاطمة فهي هند وأخوها عبد الله وأختها الشموس وأختها لميس وأختها أم عمر لما شبت وكبرت وجاء سن زواجها كان بين شباب قومها بني سلمة رجل شاب من سادات بني سلمة ومن أشرافهم لكنه رغم طوله وبياضه كان طويلا أبيض أصلع كما سيأتي وصفه بعد ذلك لكنه كان أعرج شديد العرج تقدم للزواج من هند من من الذي يفوز بهند بنت عمر إنه عمر ابن الجموح ابن زيد ابن حرام تمام يبقى بيلتقي نسبه مع نسب هند في حرام ابن كعب حرام ابن كعب الاتنين هي هند بنت عمر ابن حرام ابن ثعلبة ابن حرام وهو عمر ابن الجموح ابن زيد ابن حرام ابن كعب بيلتقي نسبه مع نسبها في عمر ابن كعب كعب ابن غنم غنم ابن كعب كعب ابن سلمة فهو من بني سلمة رجل شاب فتى سيد شريف عاقل حازم بل هو من سادة بني سلمة وكان طويلا جميلا إلا أنه أعرج وقيل كان أعرج شديد العرج درس للبنات وللشباب أيضا أقول هل لو كان الرجل دينا صاحب خلق جميل الهيئة وفيه عرج أو فيه عور أعور أو حتى أعمى هل هذا يعيبه هل هذا يمنع من الزواج هل هذا يمنعه من الزواج هل هذا ترده الفتاة كتير جدا أنا أعرف حالات كثيرة رفضت البنت زوجا فيه صفات طيبة كثيرة لكن كان عيبه الوحيد ومن أجله رفضته البنت قالت إنه أصلع عجيب طيب لماذا ترفضينه وهو مؤهل ومسافر إلى الخارج ومعه ماء وعنده شقة وحسب ونسب ليه تقولك هيقعد جنب كده في الكوشة في يوم الزفاف وهو أصلع صحابتي يقولوا علي إيه انتواخد واحد أصلع ورفضت الزوال أي عقل بالله عليكم أي عقل هذا راجل يتزوج من يتقدم إلى امرأة امرأة فيها كثير من الصفات خلق جمال حسب ونسب دين طاعة كل صفات طيبة كثير لكن فيها عرد أو في عينها شيء مثلا يرفض الزواج ويقولك أنا أضرى بحالي نعم أنت أضرى بحالك لكن هند بنت عمر ابن حرام ابن ثعلبة ابن حرام ابن كعب فكرت وتدبرت وشاورت واستشارت وقبلت كلام أبيها عمر وقبلت الزواج من عمر ابن الجموح رغم ما به من عرج وكانت من أسعد النساء ما ضرها عرج زوجها وما عابها عرج زوجها وما عاب الزوج أن يولد أعرج أو يصب إصابة فيصير أعرجا وهو صغر أو أعور أو أي شيء ما ذنبه لكن الشاهد إن كثير من بناتنا وكثير من شبابنا لهم مقييس عجيبة عند الزواج أقول لأصحاب العقول فكروا وتدبروا وانظروا في مثل هذه المسائل لن تجد امرأة تجمع لك كل الصفات التي تريدها ولن تجد شابا يجمع كل الصفات التي تريدينها أبدا استحال جامعي مثقف جميل الهيئة عنده مال لكن تجد فيه خصلة من الخصال عيب من العيوب لا يمكن وأنت كذلك إذا أردت أن تتزوج فالمسألة لابد أن تقبل شيء وتتنازل عن شيء وهي تقبل شيء وتتنازل عن شيء هي قبلت ابن العم صاحب الشرف والمكانة والمنزلة قبلت الكريم الجواد وأحسن صفة في الرجل أن يكون كريما مع أهله كريما لا في الإنفاق لكن أيضا كريما في الأخلاق كريما في المعاملة كريما ليس لئيم يأخذ أو يأكل لحمها ويرمي عظمها يأخذ خيرها ويرد شرها عليها ولا يصبر عليها إذا وجد منها عيبا رماها وهي كذلك إذا وجدت فيه عيبا ترمي أبدا لا تستقيم الحياة هكذا الشاهد من الكلام أنها تزوجت بعمر بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب سيد بني سليمة وشريفا من أشرافهم ومن الله على هند وعلى زوجها بأن أنجبت أربعة رجال أسود معاد ومعوذ وعبد الرحمن وخلاد وبنت واحدة هند قلت لكم هي هند وبنتها هند وأمها هند أمها هند بنت قيس وهي هند بنت عمر ابن حرام وبنتها هند بنت عمر بس ابن الجموح عمر بن الجموح وما أدرأكم ما عمر بن الجموح أنجبت منه معاذا ومعوذ وعبد الرحمن وخلاد وكانت تكنا بأم خلاد كأن خلاد كان هو الأخير لكنه كان محببا إلى قلبها أو ربما كان هو الأكبر لكن الشاهد من السيرة أنهم دائما يذكرون معاذ ومعوذ قبل خلاد رغم أنها تكنا بأم خلاد إن مليه تكنا بأم خلاد لماذا لم تكنا بأم معاذ سيأتي الكلام لأن خلادا هذا قتل شهيدا في غزوة أحد في أول الإسلام وهي كانت تبكيه وتحبه لهذا تسلية لقلبها تخفيفا عليها من حزنها كالنوه بأم خلاد رضي الله عن خلاد وعن أم خلاد أنجبت أربعة من الذكور وربتهم أحسن تربية قال الذهبي في ترجمة هند بنت عمر كانت سديدة الرأي وهنشوف هنشوف عقلها وتفكيرها لهذا لما كانت سديدة الرأي لما كانت حكيمة تضع الأمور في محلها نفعت أولادها وربت للأمة معاذا ومعوذة وعبد الرحمن وخلاد وهن هن أيضا لها سيرة يمكن نذكرها بعد كذا هندي بنت عمر بن الجموع هندي بنته شاء الله عز وجل أن تعيش الأسرة في أطيب حال وفي أسعد درجات السعادة علاقة طيبة بين الزوج والزوجة بين الآباء والأبناء بين الإخوة والآباء بين الإخوة وبعضهم البعض أسرة جميلة أسرة مترابطة أسرة محبة لبعضها هند مع إخوتها ومعاذ مع إخوته وهند مع زوجها وزوجها مع صهره عبد الله بن عمر بن حرام ومع ولده جابر شاء الله أن يذهب جابر بن عبد الله ويكون مع الستة الذين أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعاد جابر بن عبد الله إلى مكة إلى المدينة وبدأ يدعو إلى الإسلام أول من دعاهم إلى الإسلام عمته عمته هند بدأ يحكي لها عن لقائه برسول الله فدخل نور الإيمان إلى قلبها وكان معاذ ومعوذ وخلاد صغار فسمعوا كلام جابر وأسلموا جميعا حتى أن هند وأبناء أهل خمسة أسلموا وجابر وأبوه عبد الله وأخته الشموس ولميس وأم عمر أسلموا جميعا الكل أسلم فالثابت من كلام أهل العلم أن هند أسلمت مع أول من أسلم ومش هي بس لأ دا أسلمت وبنوها أسلمت وإخوتها أسلم أسلم البيت كله إلا عمر بن الجموح لم يسلم عجيب وكان عمر بن الجموح قد اتخذ في بيته صنما صنعه له النجار يسمى مناف العرب أيام زمان كان لهم أصنام يعبدونها أو هم يسمونها آلهة يعبدونها من دون الله أو أربابا يعبدونها من دون الله وكانت هذه الأرباب والآلهة تكون في مجتمع في مكان يجتمع فيه الناس فمثلا في مكة موجود في داخل الكعبة أصنام وعند باب الكعبة أصنام والناس يذهبون ويذبحون وفي الطائف لهم أصنام وفي كل قبيلة لها آلهة وكان في مدينة رسول الله في المدينة كسائر قبائل العرب عندهم آلهة والآلهة في مكان عام يذهب إليه الناس في مناسبات العبادة يتقربون إليهم بالذبح وبالسجود وبالنذر وأيضا بالاستشارة لأن كل إله من هذه الآلهة له كاه أو ساد هو اللي بيعد يليم الفلوس ويبلغه من رسائل اللي جاي من الإله وهم يقولون له أقول للإله كده ويقول لهم حاضر هقول له هرد عليكم لكن عمر بن الجموح لأنه سيد شريف اتخذ لنفسه ربا حاجة كبيرة هو يبقى له رب الوحد هو وأولاده وكان يعظمه ويطيبه ويطهره إله كده جميل صنعه له النجار على مزاجه وقال له خليه لعيونه واسعة خليه بقه صغير خليه كده مفتول العضلات اعمل لي كده إله حلو كده جميل فصنعه له النجار وكان يتقرب إليه بأصناف من العبودية منها الذبح والنذر ومنها الدعاء والاستغاثة ومنها الاستشارة قبل ما يخرج لازم يستأذنه وكلام كانوا يفعلونه مع أصنامهم وعلمت هند وأبناؤها شدة ارتباط عمر بن الجموح بصنمه مناه فأخفوا جميعا إسلامهم خشية أن يفتك بهم عمر بن الجموح وهنا نشوف حاجة عجيبة أوي رغم أنهم في الجاهلية لكن عمر بن الجموح يتعامل مع أولاده معاملة فيها رقي فيها أدب فيها حسن تربية قال قال عمر لزوجته هند يا هند مرت الأيام وجاءت السنة الثانية وذهب معاذ ابن هند ابن عمر بن الجموح إلى مكة وبايع النبي باعة العقبة الثانية مع الاثنين وسبعين واحد من الرجال ومرأتين بايع النبي وعاد وبدأ الإسلام أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصعب بن عمير إلى المدينة وبدأ يدعو إلى الإسلام وأسلم معاذ ومعوذ وعبد الرحمن وخلاد وهند كلهم أسلموا لكنهم أخفوا إسلامهم فدخل يوما عمر بن الجموع على هند وقال لها يا هند إياك أن يكون أولادك يخرجون فيلسون إلى هذا الرجل فيفسد عليهم دينهم ويغير عليهم عقيدتهم قالت لا طمن وفي يوم من الأيام قالت له هند وهنا بقى قلت أنا عقل راجح و رأي صائب عقل راجح ورأي صائب إحنا قلنا إن هند سديدة الرأي إمرأة حازمة عاقلة دخل عليها عمر بن الجموح وقال لها يا هند إني أخشى أن يكون أولادك قد أسلموا ودخلوا في هذا الدين الجديد أنا أسمع كده همهمات عندي إحساس شمم رائحة رائحة عطر رائحة طيب الإيمان رائحة مسك الإيمان شمم ريحة في البيت كده أسمع همهمات شايف نظرات بتبداره في حاجات كده يا هند أين معاذ ومعوذ أين أولادك قالت موجودين أين هم هل أسلم أولادك تقول له ما لك ألا تجلس لأنه أنا سمع معاذ بيقول كلام كده هو أسلم قالت اجلس إليه واسمع منه وسل شوفه وطبعا هي نفت أن يكون أسلم أو ما نفتش المهم بذكاء خلته إيه يسمع إلى معاذ شيء جميل قوي علاقة طيبة جدا بيت منظم حاجة حلوة يكلم هند وهند تكلمه ويحاوره وتحاوره وكلام بأدب ما فيش بقولك ولا حد يخرج إياك ولادك يكون أنت المسؤول عنه أبدا أبدا يا هند سمعت معاذا يقول كلاما أأسلم قالت أولا تجلس إليه فتسأله وتسمع منه قال أفعل يا معاذ تعال أكلم أباك جاء معاذ معاذ ده أقل من 14 سنة يا سلام على التربية 14 سنة اشترك في معركة بدر وهو بن 14 سنة يعني الكلام ده كان قبل كده بسنين يعني 12 11 سنة شوف الكلام شوف التربية منذ متى تبدأ الأمة تربي أبناءها منذ متى قال فجلس معاذ إلى أبيه فقال له يا معاذ هل سمعت شيئا مما يقوله الرجل أنت سمعت حاجة من كلام الرجل الرجل مين مصعب بن عمير سمعت شيئا من كلام الرجل قال نعم أجل سمعته قال أسمعني مما سمعت منه قل لي كده حاجة من اللي أنت سمعتها معاذ لسه جاهز أبيض بادئ صغير فقرأ عليه سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قرأها معاذ ولا أدري كيف قرأها لكني الذي أنا على يقين منه أنه قرأها بقلبه قبل أن يقرأها بلسانه قرأها بفهمه ووعيه وحبه لكلام ربه قرأها بصوت لا أدري كيف قرأها لكنه قرأ وأنصت أبوه واستمع أبوه فلما انتهى قال ما أحسن هذا الكلام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال ما أحسن هذا الكلام هل هناك كلام آخر فيك لم تني يقرأه الرجل قال نعم قال أدعو لي الرجل فطلع مسرع فرحان ورأوا في وجه أبيهم بشاشة نور استعداد قبول وأنا دائما أقول أخاطب الفطر السوية والقلوب النقية والعقول الزكية صاحب الفطرة إذا استمع إلى كلام الله بغير تأويل فاسد ولا حقد ولا غل يسمعه لأنه من رب العالمين يدنين عليهم ليه يدنين حتى لا يؤذين إذا أنا أحافظ عليهم أحافظ عليهم قال فذاب معاذ إلى مصعب بن عمير وقال تعالى أجب أبي فجاء مصعب مسرعا ليجلس بين يدي عمر بن الجموح يقول له اقرأ علي مما تقرأ من كلام هذا الرجل يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيدنا مصعب يقرأ عليه من سورة يوسف ألف لام راء تلك آية الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لقوم يعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن ثم حتى وصل في ظني أنه وصل إلى قول الله تعالى يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أصنام آلهة إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ما أنزل الله بها من سلطان من الذي سمى هبل من الذي سمى العزة من الذي سمى مناه من الذي سمى هذه الآلهة أنتم وآباؤكم ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله وكان قومه جلوس فرأوا نورا الإيمان في وجه عمر بن الجموح ورأت زوجته وأولاده أثر الكلام في نفسه فقالوا له يا أباه قالت هند يا عمر أسلم فوالله هذا هو الإله الحق ولا إله سواه ولا رب غيره أسلم لكن عمر بن الجموح كغيره من الناس في ذاك الزمان لسه معتقد إن إلهه له سلطان قال لا أفعل حتى أستشير مناه سيبوني الأول أشاور مناه اللي هو إيه صنمه إلهه قال لا أفعل حتى أستشير مناه فقام مصعب وقام بن عمر بن الجموح وداخل عمر بن الجموح على مناه واقف مصلوب لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر فقال له يا مناه سمعت الكلام لأهل الأولاد سمعت هذا الكلام فما تقول يا إله العظيم ما تقول فلم يرد عليه ولم يلقى جوابه فقال عمر بن الجموح أعلم أنك قد غضبت غضبا شديدا وأعلم أنهم إنما يريدونك هم كل ده عشانك كل اللي بيعملوه ده أنت أول واحد هتتكسر انظر إلى العقل العجيب جدا عقل عجيب رغم أنه سيد وشريف لكن العادات والتقاليد بتقتل في الإنسان الفطرة السوية بتصده عن الهداية والنور بتصده عن نور البصيرة بل عن نور الفطرة بتمنعه كل ما ييجي يسلم أو يقرب تطلع له إيه حكاية حاجة تمنعه تصده فقال يا مناه ما تقول فلما لم يرد علي قال له أنا عارف أنت أكيد زعلت مني جدا أن أنا خلتهم يقروا علي الكلام ده أو سمعت هذا الكلام أو ربما أن عمر بن الجموح بيقول له أنا حس أن أنت زعلت مني لأنك حسيت أن أنا بدأت أتأثر بهذا الكلام وأستجيب لكلامهم لكن اتطمن أنت إلهي ومش هسلم مش هغير عقيدتي مش هغير ملتي مش هغير ديني وأبى أن يسلم ولم يسلم عمر بن الجموح بعد هذه المحاولة من هند وذكائها وفطنطها كيف أوصلت له أن يستمع إلى القرآن دايما أقول في مسائل الخلاف بين الزوج والزوجة في أغلب البيوت صعب جدا أن الراجل يستجب لكلام المرأة خصوصا إذا كان هو قول وهي قول إذا كان هو في اتجاه وهي في اتجاه يعني مثلا هي بتحب الإنفاق وهو بخيل شحيح أو هو كريم جواد وهي منظمة كل شيء بحساب أو هي تصلي وتصوم وتراقب ربها وتؤدي الفرائض في أوقاتها وهو مستهين مستسهل متساهل متكاسل فتيجي تكلمه لا يسمع لها ولا يقبل منها فاستطاعت هند بذكائها أن تأخذ بيده خطوة خطوة كلمة اسمع منه وشوف يعجبك الكلام ولا ما يعجبكش وأنا ما ليش رأي دائما أقول للزوجة تعمل كده الزوجة اللي عايزة توصل لزوجها رسالة كما أقول دائما بعض الزوجات تقول له إحنا عايزين نعمل كذا يقول لها حاضر تقول له يعني إيه حاضر أنا بقول العيد جاي وعايزين نعمل أضحية حاضر أشوف ما فيش حاجة اسمها حاضر قول لي دلوقتي هتعمل إيه ولا روحنا الصراف يقول لها لنت رايحة ولا نرايح ولا احنا عاملين أضحية هذه السنة تبوا إيه اللي فيها الأضحية سنة وإحنا هذه الأيام كورونا هذه الأيام الناس محتاجة أي مال محتاجة نساعد بعض إما أن نساعدهم بالمال أو أن نساعدهم باللحم كلها مساعدة وكله خير لكن أنا في نفسي لا أستطيع هذه السنة إيه المانع إن أنا لا أضحي هذه السنة مش معنى ذلك إن اللي عايز يضحي ضحي نعم لكن من استطاع فليضحي لأنها سنة سنة نبينا وسنة أبينا إبراهيم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ضحه وربنا عز وجل قال والبدنا جعلناها لكم من شعائر الله فالأضحية والهدي من شعائر الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب كلوا منها وأطعموا البائس الفقير كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر من كلام ربنا عز وجل لكن الشاهد من كلامي إنها لا تقف على رأسه هي عليها تقول له هتعمل إي أبو فلان هنضحي السنة دي يقول لا حضر تسيبه هند عملت كده خلي بالك من الأولاد حاضر هو يخرجه ويختلطه بشباب بني سلمة لأن الناس كثير أسلمت تقول له ولا تخاف أنا معاه طب أنا سمعت معاذ بيردد كلام طب يسمع منه سمع منه هو ده هو ده هي دي الأصول هي دي البيوت التي تتربى على الحوار تتربى على النقاش هو ده اللي إحنا بنقوله إن المرأة لها كلمة إن المرأة لها دور إن المرأة تستطيع أن تأخذ بيد الرجل ومش كده بس لا وتعينه على فعل الخير طيب هل انتهى الأمر وظل عمر بن الجموح على كفره وعبادته لصنمه مناه أبدا حدثت حادثة عجيبة في قصة إسلام عمر بن الجموح بحيلة ذكية نراها إن شاء الله في لقائنا القادم حيلة ذكية من الفتى الصغير معاذ ابن عام ابن الجموح حتى يعرف الأباء والأمهات أن الأولاد ثمرة طيبة من أصل طيب لما تكون الأم صالحة يأتي الأولاد صالحون إن شاء الله تعالى فأسأل الله أن يصلح نساءنا وأن يصلح شبابنا وأن يبارك في بناتنا وأن يبارك في مصرنا بلدنا وأن يحفظ مصرنا وسائر بلاد العالمين من كل دائن وبلاء إن شاء الله لقاءنا القادم يكون بعون الله وتوفيقه إن جمع الله بيني وبينكم على خير يكون في حيلة مشروعة كانت سببا في إسلام عمر بن الجموح وفي الختام أستودعكم الملك السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد بيت النبوة قدوة لله قدوة للمؤمنين